وده ياخدنا لمحمد صلاح نجميل الكبير تعاقد مع ليبر بول هيتم مش هيتم لغاية دلوقتي مفيش اخبار عن هذا التمديد التعاقد مع محمد صلاح حضراتكم عارفين ان عقد محمد صلاح هينتهي في عشرين تلاتة وعشرين لكن الاسطورة كاريجر طبعا اسطورة ليبر بول قال يمكن هقول لحضراتكم في الضبط هو يقصد ايه قال صلاح سيكون مجنونا لو رحل عن ليبر بول هو بيقول ان محمد صلاح يبقى مجنون لو رحل عن ليبر بول اتكلم عن مستقبل محمد صلاح مع الريدز من خلال طبعا الجدل حولين عقد اللاعب واذا كان سيمتد عقد اللاعب مع ليبر بول ولا لا في تصرحات مع احد الشبكات الصحفية الاسترالية قال فيها ان محمد صلاح اكيد لعب مميز جدا وقد يكون هدفا للكسير من الاندية في ظل ما يقدمه طبعا مع ليبر بول مؤخرا لكن ايضا مع نهاية عقد محمد صلاح هيكون على الكسير من الاندية ان تدفع الكثير من الاموال في لاعب قد يصل الى سن 31 سنة يعني هو بيقول محمد صلاح خلي بالك يا محمد انت اه احسن لاعب في العالم دلوقتي ولكن خلي بالك ما تخرجش من ليبر بول لان لو انت اردت انك تخرج من ليبر بول هتخرج السنة اللي جاية هيكون عندك 31 سنة وبالتالي هتلاقي من الصعب جدا احد الاندية تدفع هذا المبلغ الكبير اللي بيقدر تقريبا ب110 مليون باوند سنويا كان طبعا مبلغ كبير جدا وهو بالتالي كاريجر بيقول محمد صلاح لا من الافضل ليك خليك في ليبر بول كمان بعت رسالة واضحة جدا جدا كمان لليبر بول قال لهم كمان من الجنون ان يترك ليبر بول محمد صلاح يعني هو بيتكلم من منطق محمد صلاح ومنطق ليبر بول بيقول طبعا احنا عارفين محمد صلاح كان راتبه تقريبا 200 الف جنيس تروليني اسبوعين محمد كان طلب يضاعف هذا المبلغ ووصل ليه 400 وبالتالي كمان وصل في الاخر انه عايز 500 الف جنيس تروليني اسبوعين لكن الرسالة اللي قالها كمان يعني كاريجر ليبر بول زي ما بيقول صلاح محمد خليك في ليبر بول بيقول لي كمان ليبر بول لا ده انتوا لازم تجددوا لمحمد صلاح لان من الجنون ان تتركوا هذا اللاعب في هذا التوقيت بيتكلم على الصيف اللي جاي لان محمد صلاح قوة هجومية ومؤثر جدا جدا في ليبر بول على مستوى البريميان اللي يجي على مستوى الشامبيون اللي يجي على كل المستويات وبالتالي كانت الرسالة واضحة هناك يجب ان يكون حل وسط حل وسط اي محمد صلاح يجي شوية على نفسه في عملية عدم المبالغة شوية في الاسعار اللي هو شايفها ووكيل اعماله وانحنا كلنا شايفين انه هو على حق لكن كمان ليبر بول هو بيفكر اننا ممكن نوصل ل120 مليون في خلال السنة ممكن جدا نتعاقد مع هالند او انتبيه بهذا المبلغ فطبعا دي كانت رسالة واضحة لمحمد صلاح وكمان ليبر بول اشتركوا في القناة